بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 بارتو لستيراب انكروش ريكويرمنتز بنتكلم هنا على موضوع الستيراب اللي هي الكنات اللي بتبقى موجودة في الكاميرا واول سؤال عندنا احنا ليه بنستخدم الستيراب اللي هي الكنات يعني انا عندي كاميرا الكاميرا دي بيبقى فيها ده الحديد وبتستخدم الكنات دي اللي هي الستيراب الهدف الاساسي من الستيراب اللي هو رزيست الشير استرس اللي هي مقاومة اجهدات القص طب توزيع الكنات عندي في عندي رولز بتحكمني وتثبيت الكنات اللي هو عملية انكروش اولا الكنات ديت المينموم بتاعها المفروض اللي هو خمسة فاي تمانية في المتر بمعنى ان المتر الواحد يبقى فيه خمسة ده المينموم يعني بيعنا كل كانة والتانية الفرق بينهم عشرين سنتي والقطر ما يقلش عن تمانية مليميتر لو احنا شغالين بالديامتر بالمليميتر طيب لكن اللاحظ هنا عند منطقة الساب بورت بنعمل عملية تكسيف للكنات تكسيف للكنات ليه تكسيف للكنات؟ لان الشير بيبقى ده منطقة الماكسمام شير وبالتالي انت محتاج تزود الكنات هنا علشان تقاوم قيم الشير العالية فيه طريقة تانية انك بتقاوم بيها الشير انك تستخدم البنت بارز او الحديد المكسح بتستخدم البنت بارز بطريقة معينة علشان يقاوم الشير لان طبعا احنا عارفين المنطقة ديت لو ما فهاش البنت بارز او الكنات اللي عندي غير كافية ممكن يحصل عندك مجموعة من الكراكس الكراكس ديت نتيجة الشير بتبقى موجودة بميل كده غالبا على خمسة واربعين درجة نكمل مع بعض الريكويرمنتس الكود عندي اللي هو الاسي اي تلتمية وتمنتاشر في السكشن اتناشر بوينت اتناشر عامل عندي شوية ريكويرمنتس لازم نراعيها اول حاجة عندي اتش بند مست انكلوز اللونج بار يعني في بار مستمر مع بار مكسع الحديد اللي هو نومبر فايف ده لو شغالين بالانش اند سمولر كان يوز ستاندرد هوكس تسعين او مية خمسة وثلاثين او مية وتمانين بمعنى دي الكانة بتاعتنا ممكن الهوك ده لو تيبقى زاوية تسعين او مية خمسة وثلاثين او مية وتمانين نمبر سكس و سبن و ايت الاف واي اللي بنشتغل عليها هي اربعين كي اس اي بالنسبة للكانات نمبر ستة و سبعة وتمانية في حالة لو الاف واي اكبر من اربعين الستاندرد هوك بلاس امينيمام امبيدمنت يعني لازم تزود المسافة بتاعت الهوك دي بمسافة اللي هي الدي يبقى دية الريقوائرمنت اكوردنج تو الاي سي اي تلتمية وثمانتاشر في حالة استخدام الاستيرابس في الكانات